عدنا من الفاصل ما هي آخر الاتفاقيات التي وقع رئيس الحكومة بن يمين نتنياو مع دول أجنبية في الفترة الأخيرة وأيضا ما هي المشاريع والبرامج التي خصصت للمجتمع العربي في الفترة الأخيرة يتواجد معي هنا في برنامج هذا اليوم هاني مرزوق مسؤول إعلامي كبير في مكتب رئيس الحكومة أخ هاني مساء الخير أهلا وسهلا بك نبدأ من الخارج ومن ثم ندخل إلى الداخل الخارج إذن كان رئيس الحكومة بن يمين نتنياو خلال هذين الشهرين عدة جولات وزيارات لدول أجنبية وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ما هي أهم هذه الاتفاقيات مساء الخير بداية أريد أن أفتتح بالأسبوع الماضي كان هناك التوقيع على اتفاقيات باور أفريكا أي الطاقة أو الكهرباء إلى القارة الأفريقية بموجب هذه الاتفاقية التي كانت مع وكالة التنمية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بدولة إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة بربط 60 مليون بيت بالقارة الأفريقية بالكهرباء بما في ذلك تفعيل العملية الكهربائية البنى التحتية الملائمة الاستثمارات التكنولوجية وكان هناك أيضا دراسك أن التوقيع بحضور رئيس الحكومة مدير عام مكتب رئيس الحكومة السفير الأمريكي ببلادنا ومنظمة باور أفريكا إذن ماذا ستزود الدولة؟ الدولة بقطاعها العام والخاص طبعا ستقوم بشراكة الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر الحكومات العالمية الاقتصادية بهذا المشروع لربما هذا المشروع سيؤدي إلى تنمية عامة بالقارة الأفريقية ببضع السنوات القريبة بشكل ملحوظ من المفروض بأن يأتي بقفزة معيشية إنسانية غذائية بكل القارة وتم انتخاب دولة إسرائيل بما في ذلك الأصلحة الأكاديمية والعلمية والقطاع الخاص المشارك نلاحظ هذا التقارب بين الوزارات المختصة الحكومية برئاسة رئيس الحكومة مع القارة الأفريقية وهو صرح أنه سيكون لديك تعاون مع القارة الأفريقية إذن هذا سينعكس أيضا بطبيعة الحال كمحصلة حاصل على الوضع الاقتصادي هنا في البلاد؟ أنا أريد أن أستذكر ما ذكرتم من قبل بالنسبة للتخفيض الضريبي وما إلى ذلك كل عملية تنمية للدولة بالمحافل الاقتصادية العالمية تنعكس إجابا بالبلاد بشكل مباشر وسبب يكون هناك لربما أكثر إمكانية لتخصيص واستنفاذ الميزانيات بمجالات لربما من المفروض أن يكون توجيه للميزانيات باتجاهها على سبيل المثال الخطة لتنميات الشمال 15 مليار شكل ومركز في مستشفى بوريا مركز التأهيل مركز التأهيل نعم تم إدراجه خصصة له بالخطة 162 مليون شكل لخدم كل المواطنين الشمال بدل أن يأتون إلى حيفا من أقاصد شمال يأتون إلى بوريا أنا بتسألة كان بتعامل مكتب رئيس الحكومة مع السلطات المحلي أنت عارف يعني من شان تأخذ لازم تقدم تقدم طلبات السلطات المحلية العربية تقوم بتقديم الطلبات بشكل مهني ولا الإشي يتفاوت بين هذه السلطة وتلك السلطة عمليا أريد أن أربط السؤال الماضي وهذا كما تفضلت نعم عندما نأتي ونريد أن نستثمر حتى يصل إلى المواطن المواطن البسيط الاستثمار الحكومي السلطة المحلية هي حلقة لا يمكن تجاوزها هي حلقة محورية بهذا المجال كاسمها هي سلطة السلطة المحلية تملك من القرارات ومن الثقل ومن المسئولية أكثر من السلطة المركزية في معظم الحالات والسلطة المركزية لا تستطيع أن تعمل أمام كل مواطن فتعمل من خلال السلطة المحلية وهذه هي اللعبة الديمقراطية وكما أشرنا بالسابق بعدة أماكن وبعدة مؤتمرات وبعدة آليات هناك تفاوت كبير في السلطات المحلية العربية كما في اليهودية السلطات المحلية التي تقوم بتقديم الخرائط الهيكلية والخرائط المفصلة وتقوم أيضا لها نجاعة من ناحية التنظيم الإداري والخطة السياحية مدروسة وما إلى ذلك تستطيع أن تستنفذ من الوزرات أريد أن أقول لك مثلا بشهر خمسي كان هناك طلب من إحدى السلطات المحلية لوزارة التربية والتعليم ولوزارة الثقافة بضخ أموال لمشروع كبير جدا وكان هناك كلام بالحرف الواحد من المسؤولين لو تقدمتم بالطلب كما طلبنا منكم لحصلتم على الميزانية يعني أنا اللي بفهم منك كاني أنه معناها من خلال حديثك يستشف أنه فيه رؤساء سلطات محلية اللي هني رؤساء مهنيين أنه نعم يعني يحضرون الخطة ويسافرون بمركباتهم إلى القدس ويطرقون باب الوزارات ولكن هناك رؤساء سلطات محلية اللي قاعدين بالمجلس المحلي أو بالبلدية ومش عاملين شيء أنا أريد أن أقول خذ أي موضوع هذا الأمر ملموس هذا الأمر مثبت هذا الأمر هو جزء من واقعنا من يريد أن يرى الواقع بشفافية مطلقة بدون أي عنوانة بدون أي غاية واتية بدون أي مصلحة بدون أن يؤثر على الواقع يصل إلى هذه القناعة لماذا هناك بلدات على سبيل المثال تقدمت موضوع التخطيط ولا يوجد مشاكل ولا أوامر هدم وما إلى ذلك هناك بلدات توجد لماذا هناك على سبيل المثال رأينا بالعديد من البلدات العربية الشهر الثقافي هذا الشهر ممول من مزارة الثقافة هناك 30 مليون شاكل خصصة الوسط العربي لتفعيل الحياة الثقافية بالبلدات العربية وأنا أستطيع أن أقول لك وجاء على لسان بعض الوزراء أمام رؤساء مجالس لماذا قسم منكم جاء ليستنفذ الميزانيات وقسم أيضا لا يرجع لا إلى الإيميل ولا يرد على التلفونات أحيانا هناك عدم متابعة حتى عدم قراءة البريد الإلكتروني من وزرات مختصة هناك أحيانا نجاح تستطيع أن تعممه حتى عالميا هناك أحيانا أنت تقوم بالمثول عند مشاريع أنت تبهر بمدى نجاعتها ومدى الاستقامة بتنظيمها وأحيانا أنت ترى صغائر أمور والشيطان بالتفاصيل الصغيرة لا تتقدم وأنا أريد أسألك أخياني فيه اهتمام حتى لدى وزارة التربية والتعليم وأعلن عن هذا الموضوع وزير التربية والتعليم نفتالي بنت بقضية الرياضيات وخمس وحدات الرياضيات وحتى هناك ميزانية ميزانية التي خصصت لهذا الموضوع وأنا أتضربط اهتمام أيضا مكتب رئيس الحكومي بموضوع الهايتك وكان هناك تصريحات أيضا من مكتب رئيس الحكومي حاول تدعيم مكانة الهايتك لسيما أن إسرائيل تعتبر حتى دولة مصدرة للهايتك والتقنيات المتطورة في هذا التعاون مع وزارة التربية والتعليم بهذين الشقين بالأسبوعين الماضيين أنا شخصيا التقيت بالأستاذ أبو علي مهنة فارس مسؤول برنامج خمس وحدات الرياضيات القطري أي بالوسط العربي وبالوسط اليهودي وجلسنا أكثر من ساعتين حول هذا الموضوع بأسبوع من قبل مع أفيتال المسؤولة في حركة تسوفين وطبعا مع الدكتور رمزي حلبي المسؤولة عن التوظيف بعالمهايتك والتي تلقت دعم من الحكومة حتى تقوم بهذا التوظيف فنحن موجودين أمام كل المسؤولين أنا شخصيا أتابع وأنا اقترحت بتسابق متابعة هذا الموضوع بزواياه الصغيرة إلى أعلى المستويات التنفيذية والرؤى الحكومية تجاه المجتمع العربي وكنا مع البروفيسور أفي سمحون المسؤول عن مجلس الاقتصاد الوطني في مكتب رئيس الحكومة وهو ذا ثقل وباع ونفوذ كبير بالسياسة الاقتصادية زرنا مدينة الناصرة وكنا هناك في تسوفين وكنا في ألف أوميغا وكنا في وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة ورأينا عن كثب واستمعنا إلى الأشخاص وإلى المشغلين ولن يأتي يتيما القفزة من ألف مشغل عربي بالهايتك إلى خمس دنة هذا الموضوع أنا معايا دقيقة بس أريد أن أخذ سؤال هاني إذا فيه إمكانية قضية المناطق الصناعية في البلدات العربية إذا تحدثنا عن الهايتك فيه هذا التفكير لتطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية واحتضان هذه المشاريع مشاريع الهايتك يعني ما نخليش الباحث العربي يخرج من سخنين أو الناصري أو الطيبي ويسافر إلى تل أبيب أو إلى القدس وإنما يبقى في بلدته العربية فيه هذا التوجه؟ يوجد توجه عام بحسب المعلومات التي نمتلكها من خلال سلطة الطوير الاقتصادي ووزارة الاقتصاد وكافة الفاعلين بهذا المجال هناك مناطق صناعية مشتركة عربية يهودية هي قيد التخطيط وهي قيد التسويق ونحن تقدمنا بهذا المجال وريد أن أقول بجملة واحدة هناك مشاريع تربوية يستطيع أن تجلبها كل القرى العربية وموجودة في عدة أماكن وذهبنا وصورنا واجتمعنا واحتفلنا وعندما أنت تستمع لماذا هذا المشروع التروبي الصغير الكبير هناك مشاريع ربما نتحدث عنها في حلقة قادمة لماذا لا تكون في هذه القرية وهذه وتسمع الأسباب وأنت تكون مبهر